الحصن مدينة الجمال بلد الضيف والصورة الازهى لحياة الانسان الذي ينتسب للوطن وللحق وللخير ولها اتصال بتاريخ المسيحية في ارض الاردن وهذه الكنيسة ترتفع هنا هي لوحة من الخارج ولوحة ابهى من الداخل برسومات لفنان هولندي عاش في الحصن ردها من الزمن هو الفنان بييت غريتس في ذلك الزمان في الالف وثمانمية وخمس وسبعين حاولوا الطائفة اللاتين انهم يبنوا كنيسة الا انه سوء الحال الاقتصادية منعهم من تأسيسها الى سنة الالف وثمانمية وخمس وثمانين في الالف وثمانمية وخمس وثمانين بدأ البناء في قواعد الكنيسة ومبنى جزء منها الا انه السلطات التركية اعترضت على بناء الكنيسة اللاتينية على اعتبار انها ستكون مركز تجسس لمصلحة الفرنسيين فوقف البناء مدة عشر سنوات بعد عشر سنوات باشروا بالبناء في الالف وثمانمية واف وتسعمية وانتهى بناء الكنيسة في الالف وثمانمية وستة هذه الكنيسة رأس مال البناء تبعها كان من هولندا من متبرع هولندي وبنوها على النظام القوطي على نظام الكنائس اللاتينية في اوروبا الان كانت مساحة الكنيسة كافية للمسيحيين بذاك الوقت لكنها للأسف في الوقت الحاضر ضاقت بالمصلين ففي المناسبات في الاعراس وفي الاطراح كانت معظم المصلين يكونوا خارج الكنيسة سميت هذه الكنيسة بكنيسة الحبل بلاد نس فاسمها كنيسة الحبل بلاد نس وكان عدد المصلين الارضوكس يتوافدوا على الكنيسة هذه لأسباب متعددة فتزايد عدد الطائف اللاتينية لأسباب متعددة الكنيسة هذه رسمها فنان هولندي رسم اللوحات اللي راح تشوفوها رسام هولندي ووضع فيها صور لبعض الأشخاص اللي أنا شخصياً بعرفهم أنا لحق التذاكر الختيار بسنة 1951 وهذا ابنه الصغير وهذه رعاية الكنيسة الموجودة هون هذا يوسف الفارس النمري وابنه تركي اليوسف وهذه اللوحات بناها شخص اسمه غنس هون فموجود بالملاحظات ملاحظات الكنيسة وسجلات الكنيسة عن تاريخ المسيحيين والسجلات الموجودة عند الكاهن تسجل من 1895 للآن المواليد وتواريخهم وعماميدهم وتسجيلاتهم وكل تفاصيلهم موجودة لدرجة أنه اللي ما منعرفوش إحنا الأهالي يعني نسأل أباتنا يقول لك أرجع للخوري يفتح السجل ويراجع كافة المعلومات عن ممتلكات الأراضي وممتلكات اسم الشخص وتاريخ ميلاده وتاريخ تعميده اشتركوا في القناة